قبل فترة نزلت عندي عن انستجرام اني انا بلشت اقرأ بكتاب اسمه Light Science and Magic شكرا لأيات شامية دنيا على هذا الكتاب لانه هذا الكتاب ما بشرح ان التصويره هو بشرح ان الاضاءة في عالم التصوير لكن بشكل فيزيائي واللي بعرفني بعرف انه انا بعشق الفيزي ورياضية واحدة من اهم الدرجات لتعلم اي اشي جديد ما بكفي انك تقرأ كتاب ضروري انك ترجع تكتب المعلومات اللي متذكرها من هذا الكتاب وتطبق والدرجة الرابعة انك ترجع تتعلم اللي انت تعلمته وطبقته هيك بتضمن انه تسعين بالمية من المعلومة رسخت في دماغك فانا وصلت للفصل اللي بحكي فيه عن المجسمات ثلاثية الابعاد مع الاسطح العاكسي فكرتوين انه انا عندي مجسم ثلاثة الابعاد بوكس اللي هو السطح من هون ومن هون ومن هون وسيلفر عاكس على مشكلة الاسطح العاكسي انه انت لما بدك تيجي تضويها خليني اطفي الكي لايت اللي عندي اولا بعدين بدنا نيجي نضويها لو احط الضو من قدامها ما بزبط انت ما بتضويه صح للمنتج العاكس مشكلة المنتج العاكس انه انت مش عم بتصوره انت عم بتصور السطح اللي هو عم بيعكسه فهو احنا لو بدنا نتخيل ايش عم بيعكس الكاميرا شايفة هاي الزاوية فالانعكاس لهون فاحنا اذا بدنا نضوي هذا السطح من هون الضو بدي يجي على هاي الزاوية هلا رح تشوف كيف اللمعة اختلفت على السطح المنتج فهذا اللي انت بدك تحسب حسابه انه انت بدك تتخيل الزاوية اللي عم بيعكسها وتخلي الضو من ورا تخيل هذا المنتج انت اذا بدك تضويه صح بتضوي السطح اللي فوق الضو بدي يكون من ورا مش من قدام وبناء على يكمل اذا بدك تضوي هذا السطح اللي قدام بدك تتخيل انه فيه ضو طالع من هون اتوقع لهاي الجهة هاي رح يضوي شايفين الفرق؟ خلينا اطفي الكي لايت مشان تشوفوا بالضبط شو عم بيصير فانا لو بد اضوي الواجهة الامامية الضو بدي يكون من تحت ولو بدي اضوي الجهة الجانبية الضو بدي يكون من هاي الجهة هيك من اضويها 100% فانت هون بتتعامل مع ثلاث اسطح بدك تضويها بالتساوي فانا مشان اساهل على حال الشريح رح حط مصدر اضاءة كبير وواسع من ورا مشان يضوي المنتج كل من قدام لانه لو كان ضو صغير رح يضوي بقع صغيرة جدا بالمنتج فانا رح استخدم ضو كبير يضوي لهذا السطح كامل فانا استخدمت مصدر اضاءة حاطته انا بزاوية وبمكان لما ينعكس عن المنتج رح يوصل للكاميرا فخلينا اطفل كي لايت مشان نشوف تأثيره وهيكا اعطانا المنتج العكس فهلا انا بدي اضوي الواجهة الامامية او الواجهة الجانبية كمان اذا انا بدي اصور المنتج بزاوية معين مثلا بدي ابين كل تفاصيله احنا زي ما حكينا قبل شوي المنتج عم بعكس اللي قدامه فاحنا حتى نعرف الزاوية بشكل سريع تخيل انه في خط ضو ليزر طالع من الكاميرا على المنتج وبدو ينعكس فهو عم بعكس الطاولة هون اللي قدامه فانا لو بدي اضوي هاي الواجهة الامامية الضو لازم يكون بهاي الزاوية لاحظوا الفرق فهي بضوي هاي الجهة هلا اذا بدي اضوي هاي الجهة كمان لازم يكون فيه ضو بس الكي لايت عندي ضوي خلينا اطفيه ونشوف الفرق هاي لما اضويه من جنب من هون وهي لما اضويه من قدام فانت بدك تعرف ايش عم بعكس هذا المنتج طب انا هيك دي صفي عندي ثلاثة اضاءاتي اليو بده اجيب ثلاثة سوفت بوكس لا في حال بسيط جدا ممكن نستخدم عاكس فبدل مصدر اضاءة ثاني وثالث ورابع خلينا نطفي اللي هون ممكن انت تستخدم عاكس ورقة اي فور بكل بساطة او لوح فوم ابيض بغض النظر يعني المبدأ واحد وتحطوا قدام المنتج فلاحظوا انه هيك المنتج صار يعكس اللون الابيض من ورا خلينا اطفي الكي لايت حتى توضح الفكرة فلاحظوا انه هيك المنتج صار يعكس اللون الابيض من قدام بس وين المشكلة بدنا نلزق الورق التلزيق بالمنتج او بكل بساطة ممكن نخلي المنتج ارضيته بيضة وهيك من يكون حلينا المشكلة من اليمين من هاي الجهة لاحظوا انه عم بعكس الورق البيضة ومن قدام نفس المبدأ فاحنا ممكن نستخدمه بزاوية معينة انا لبساطة الشرح خلاص رح خليه بشكل زاوية امامية حتى ما يوجع راسي بالجوانب ونظوية من قدام ومن فوق بنفس الوقت حسب النتيجة النهائية انا رح اكون عامل زوم مثلا للكاميرا يعني كل هاي الاشياء ما رح تبين رح اعمل زوم اكثر وقص الصورة بس انا بهدف الشرح بدي اياكم تشوفوا ايش عم بستخدم حوالين المنتج فان رح استخدم هاي الورقة مثلا قدامه مشان تعكس عليها وكمان للجوانب او بكل بساطة فممكن اخلي كل الارضية لون ابيض وخلاص صريح راسي لكن لو كان بده لزبون خلفية سودة شو ممكن نعمل بهاي الحالة لانه زي ما شفنا قبل شوي لو بدنا نخلي الخلفية سودة مثلا او الارضية سودة المنتج هيك رح يعكس عليه اسود لو حاولنا نعكس عليه نحط ابيض قدامه الا ما يطلع بالصورة ورقة اي فور طب ممكن نحلها من غير فوتوشوب خصوصا اذا فيعنا منتجات كثير من نفس المبدأ بدنا نستغني على الفوتوشوب نخلي العملية بالتصوير تطلع صحيحة 100% في حل؟ نعم في حل الفكرة لو فيزيائيا ممكن احنا نخلي الانعكاس تاع الورقة البيضة يوصل للمنتج لكن من غير ما الورقة البيضة تكون ملزقة فيه تلزيل كيف؟ بكل بساطة منخلي الارضية شفافة يعني زي هيك لوح قزاز بهاي الحال لما تصير الارضية شفافة لاحظوا انه وراها مبين عندي الارض اللي هو ارضية الاستوديو فانا ممكن بكل بساطة احط لوح فوم اسود وهيك لغينا اللي وراه بس ياليو مش مبين اسود 100% مبين انه عليه اضاءة هذ بسبب الكي لايت اللي وراه لكن لو طفيته رح تطلع عنا الارضية سودة لكن عنا لوح القزاز عم بعكس مع المنتج طيب اوه هيك وصلنا لمعضلة ثانية نستخدمنا لوح القزاز هون مشان نعمل انعكسات بيضة على المنتج من غير ما الورقة الـ A4 تطلع بالصورة فلاحظوا هي قبل وهي بعد فهيك عم بعكس الورقة الـ A4 تمام؟ فهاي حلنا مشكلة الورقة الـ A4 اعملنا انعكاس لكن من غير ورقة الـ A4 ما تطلع بالصورة بس في عنا مشكلة هسه في عنا انعكاس الضوء اللي وراه طالع على المنتج شو حلو فعنا مشان نسهل حال الشرح ده حط طاولة ده حط عليها لوح الفوم مشان يعكس على المنتج ده لاقي زاوية معينة بحيث انه يطلع معاي المنتج ضاوي بالكامل لكن لاحظوا اللوح الابيض مش نبين بالصورة احنا رح نعمل زوم بس في عنا مشكلة ثانية هسه انه مصدر الاضاءة الوراء العاكس على القزاز هلها بسيط جدا احنا ممكن نحرك مصدر الاضاءة الرجع الوراء حيث اخلي الانعكاس الوراء ونقدم المنتج شوي خلينا ننزل مصدر الاضاءة شيله عن البوكس هيك انا عندي الخلفية للمنتج وعملنا عليه الانعكاس الابيض السيلفر وخلفيته سودا سيك هلأ انا رح اعمل زوم انتوا صرتوا خلص شايفين شو ما وراء الكوليس بدي اعمل زوم على المنتج تقريبا زي هيك اعمل فوكس بعدين على الفوتشوب رح اخذ فريم او على الكاميرا باخذ فريم مربع وريح راسي بس هاي الفكرة انه خلفية سودا سيك